مرحبا بداية أخبارنا مع فيسبوك يلي عم يشهد تهديد مباشر من أحد المختارقين التايوانيين يلي أعلن عنيته باختراق صفحة مؤسس فيسبوك نهار الأحد عبر بث مباشر وبرغم عدم قيام فيسبوك بالرد على تهديداتها المقرسة أو أخذها على محمد رجد لأن فيسبوك أعلنت رسميا عن اختراق أكتر من خمسين مليون حساب على شبكة نهار الثلاثة الماضية كما شهد أكتر من تسعين مليون مستخدم خروجهم من حسابيتهم فجر نهار الجمعة من دون تنبيه مسبق بسبب تطبيق الشركة حسب ما أعلنت لتدابير أمان تجاه الحسابيت يلي تم اختراقها ننتقل لأندونيسيا عبر مباراة غير تقليدية لكرة القدم تحولت لساحة ضرب هجم فيها الفريق على الحكم بسبب احتسابه لضربة جزاء ضدهم إلا أنه الغريب بالموضوع أن الحكم رجع على المباراة عادة برغم من ضربه بعنف وهروبه برا الملعب هنا وعم يرقده وراء ومع هالخبر أنا بدي أودعكم وأتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستجرام وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة هذه أنت تظهين الله لكم اشتركوا في القناة